يا راك في وسام عبو علي بالمناسبة لا 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 دا عايب كويس قوي لعايب جميل يعني لعايب جميل انت قلت مهاجم جميل جدا فانتا اكتر واحد ممكن تقوله راجل لا جميل اكتر واحد يعني دا 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 كويس لاني جيت اقلا بسرعة دي اول حاجة تحسب له عشان عقليته وثقافته الاحترافية جيت اقلا معنا بسرعة واحسن حاجة كمان اللي هو بتكلم عربي زينا فلسطيني فدي نفعيته مع النادي الاهلي وانك ترحز الاهدف دي كلها كامل الاهدف دا فالوقت الاولاد دا دي تتحسب له جدا يعني وطرية لعبه جميلة كمان اه ازاي بقى طرية لعبه انا عايب عسيلا لما بتفرج على لعب غير لما انا بتفرج على لعب انت لو بتفرج على لعب بتبص على كل تفصيلة ماركة واه الفرويد انت عايزين بالفرويد الهدف وكمان تحركات الحاجات دي كنت قد تتحسين بقى تحركاته وازاي بقى فيه انسجام فيه الكمبيونكيشن انت وصلت من اللعبة دي. بس حركته في الملعب عامل ازاي وتعديفه. انا عجبني هو يجونه. يعني ممكن يجون جون عادي. وممكن تبقى غلطة الحارس. بس جونه في فيراميدز بيانت ليه انه وافره الجامد. يعني ليه؟ هو لو كانت تصرف اي تصرف تاني غير لو تفتكر الجون لما معشار لعبها له. هو رح خطفها مرة أخرى. لو اي لو هو سند الكورة. لو هو تصرف اي تصرف تاني غير التصرف ده. الكورة دي ما كانتش هتيجي جون. بس هو عمل الحل اللي ممكن منها هتيجي جون. اللي هو. وساعده ان الشناوي ايه غلط او مثلا. اقولك انا حتى قلت في الجول ده حاجة مش عايفة تفهمها ولا. يبان انه الهدف خطأ من الشناوي. بس التصرف اللي عمل وسامة بعده ده تصرف ما بتعملش في الدول المصري وبالتالي الحارس مش متوقع له ده ما هيعمل جورك. انه هو انه هو فعل وسامة خطفنا كلنا. بس برضو الشناوي مش سهل اخلش في حاجة كده. يعني الشناوي كان بيطلع حاجات اصلا كده. وزي ما كريم قاله ما متوقعهاش. اعتقد انه ما متوقعهاش. ده لسه هيستلم. او هيلمع عليمينه. بس بان بان انه هو فرود كبير بكده. انه هو هي الحل الوحيد ان هي تيجي كده. لو استلم لعيب المدافع هياخده البره فهيتعطل. العجمة هتتعطل. لو حاول يرقصه كده صعبة. فالحل الوحيد اللي كان عمله انه هو خطف الكرة مرة واحدة فده بيينت انه هو فعلا مواجم كبير. اشتركوا في القناة